نظمت مكتبات الشارقة العامة جلسة حوارية احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية مؤخراً في مكتبة وادي الحلو العامة تحدثت خلالها سعادة عيشة رضا البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي حول جهود المرأة الإماراتية وإنجازاتها كأم ومربية وصانعة تغيير إيجابي في المجتمع ودورها في صياغة المشهد الحضاري لدولة الإمارات بحضور جمع من سيدات المجتمع وموظفات الدوائر الحكومية وفي حديثها أكدت البيرق أن قصة المرأة الإماراتية وإنجازاتها تستحق أن تدرس للأجيال حيث كانت ولادة دولة الإمارات نقلة نوعية في دور المرأة في الحياة منذ أن نص دستور دولة الإمارات على حقوق المرأة ومركزية دورها في كافة قطاعات الحياة